فيه إنسى الكاميرا وإسأل غسان بولا ليه بتشارع كتير بالسياسة وما بتشارع بهو القصص وهني هالقد بهم والناس كيف عام شارع يعني ليش نبتعمل مشكلة حقيقة على تحويل أموال للخارج هاي بولا مبسوطين انتمعنا بأول حلقة من هيد بارك هو شي هينو صعب حيكون لانو أنت معنا مش هيني واحد يقعوا اتناينات معكم اتنايناتكن بس نشربكم وشي حلو عليكم بولا بي 2018 ترشحت على الانتخابات النيابية وفست كمرشحة مستئلة وحيدة بعدين استقلت رجعت من الترشحة مرة تانية بي 2022 وفدت على البرلمان وهالمرة كنتو 13 نيب تغييري شو صار بهذا الفترة وشو وقع عدد 13 نيب تغييري اليوم شو صار من 2018 لهلا كتير اشياء أو من وقت ما فتنا نحنا 13 اللي صرنا 12 بقل لك ما كتير اشياء اللي صار بين 2018 و2022 وكان ترنينج بوينت كان فعلا مفترق مهم جدا بالحياة السيسية لبنانية رغم انه بيحبوا يقللوا هيك من وقعه 17 تشرين قبل 17 تشرين كنت فتت ع هالبرلمان قاعدة عم بتعلم عم بتفرج ساعة بيحيدوني ساعة بيهجموا علي ساعة بيستوعبوني ساعة بيعزلوني ساعة هيدا بس بعدين لما نزلت 17 تشرين كل التوقعات اللي كانت عندي تشقلبت انه هيك بلاحظة بتكون فكر انه ما في مجال وكله مسكر ما في أفق ما في أمل ما في شي فاجقوك أحيانا الناس انه بيتخطوا كل العيشون علي بيتخطوا كل الموروس وانت مكون وانت مكون تاني ونسلت له هيك بساحة تلاقي كبيرة ضربوا كل الماضي اللي كان ماضي فرز فقط لغير كانت لحظة كتير حلوة هلأ بتقولي شو صار بعدين قللك اللي صار بعدين ما فيها كتير قوية رجعت فرز رجعت قصة هذا الشيء ترجم بـ 12 نيب أو 13 نيب قديش بولة اللي كانت وحدة لا لا انتبه بس تعرف غسان لو كانت الانتخابات ضغرة بعد شهرين ثلاثة أو مبكرة متما كنا عمان طالب أكيد كانت النتيجة مختلفة ما هن دبحوا الثورة نحروا الناس نحروا المواطن كسروا الفكرة ورا الثورة انه انت ما فيك تكون غير داعي شي بطيفتك وإلا انت باقي الطواف من الشيء اللي يعملوا فيك بدون يكلوك استعاد الأخطبوط الكردال اللي حاكم كل المساحة وساعتها بعدين قشت الانتخابات إن شاء الله لابعد شوية نقدر ننقش أكتر بهذه النقطة بس أوكي ترجم بـ 12 أو 13 نيب كنت قبل لحالك هلأ قدي حاسة أنه انت فيه يعني فيه إليك يعني صار فيه مجموعة بطلت لحالك أو بنرجع يعني حاسة حالك أنه يعني فيه فرق بين هاي الدورة النيابية والدورة القبلة لك بحكيك بصراحة بعدين بحس إن أنا الحالة مش لأن زملائي مثلا ما بيحسسوك بشغل جماعي وكذا لأنه الوضع اليوم لتعمل تكتل أفق بالكامل شغلة كتير صعبة بلبنان وأنا حطيت أول 6-7 شهر من بعد الانتخابات كل وقت كل حيات كل جهدة بموضوع إنه أهم شيء وحدة هيدا التكتل يعني بالآخر صرت أقول لهم يا عمي بنرشح نتنياهو بنرشح ضراب الصخن بنرشح مدري بس موحدين بيقدروا هؤلاء فعلا يكونوا وحدة وإيد وحدة مش سهل بس كمان عملوا قصص رائع واتطلع اليوم نجاته ملحب شو هالأبطال بقلك إنه قادرة حط كل حياتي عجنب وققعد 24 سبعتيين بالأسبوع كل الوقت بهيدا المجلس اللي ما بيننام فيه ما بينقعد فيه قصاً أكتر من ساعتين غير المؤهل حماماتش ووضعه المي اللي مسق على الحياة الصعبة بقدر فكر مثل ملحم ونجات إنه لأ معليل ضحة بحالة بزيت بكذا تاخد جواب سريع أدي برأيك ملحم بعيداً عن كل الشي الحلوية اللي عمله فات بشي متل وقت أضراب طبعاً النقابة وهلأ ما عارف كيف بدو يطلع منه حتى أضراب النقابة لازم نروح نشوف فعلاً شو اللي صار وشو كانت أهداف وكذا وبطلنا عارفين كيف دون خلصوا هلأ برأيك كمان بطلوا عارفين كيف دون يوقفوا أبداً 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 أنا بنزل بستمد منهم أمل وابتسامي ما بتعرف شو معنوياتهم باخد معنويات منهم أنا اللي قادر أروح وإجي وبشوح على المكتب وبكرس وقت كتير من وقته بنهار لست إن يعني حتى وقته اللي ما بكون معهم كون باجتماعات نجاة أو ملحم طالبي مني شوف فلان شوف فلان شوف هيدا ففي شغل كمان يعني برات الاعتصام ومنبسط أعمل ولو هيك شوي تألن إنه في حدا شايفه مقدر بولا أنتو كنتو 13 نئيب بعد نصرتو 12 نئيب تغييري وفي كتير تنوع بيني تكون وأود في نقد أنه ما في نوع من الصف الواحد وهيدا شي من التنوع 17-20 عدد 12 نئيب اليوم بظل الأوضاع اللي قدت إلى انتخابات 2022 هو عدد مهم مش كيف ما فيه أكترية انتخابية في المجلس تشريعية وإنما عدد مهم جدا وإيجابي جدا كيفينا اليوم نحول هيدا الخرق لعمل فعلي إلى ما بعد الشعارات عمل فعلي وقت تكون أقل من 10% من البرلمان وإنت بنظام مافيا بشكل كامل مافيا ومغلق منا شغلة منا شغلة سهلة ومع ذلك عم بيقول لك نحنا ما عم نجي نقول ما منقدر وما فينا عم نروح على الآخر لدرجة إنك جاي فاتح البرلمان وقت اللي بدون يسكروا فاتحوا بالقوة يعني شو بدك تعمل بعد أكتر منك وبرلمان اللي هو سكن لنبيه بري بعدني مصرة وممسكة فيها مش حيال برلمان ديمقراطي بالعالم فتعمل شي وانت هالأداء شو يعني سكن لنبيه بري شبق شبق لا سبقوا شرحتها وبدك ارجع عيد بعيد ما في مشكلة موجودة على السوشال ميديا تبعي سكنة يعني بكل معنى لكلمة انت بمحل مغلق أمنيا سياسيا بالموظفين بالشكل باللي واقف يعني بالخارج للي جو بشكل كامل هي ملعب وساحة وسكنة إذا بدك هيك بالتعبير المجازي لأ نبيه بري يعني كل موظف ومفوت بصلك نيبة خمسة سنين ليش ما رفعت الصوت في مخص النظام الداخلي هيدي بالليش تقولها من سنتين وثلاث لا في مخص النظام الداخلي مش بس رفعت الصوت قدمت بلاوة من التعديلات عن النظام الداخلي غسان وطبعا مثل ما هن بينكبوا بالجر وبنشور وبحطهم على الفيسبوك عندي وبحط شو عم بقدم بينكبوا مثل ما هن هلأ أنا نيب لحالي وفي عم بحكي 2018 وفي 127 الكتل اللي تعرف يعني كل كتلة إلى زعيم وإلى راس وإلى حدا فلا مقدمة بلاوة بالنظام الداخلي هلأ حنناقش بعد شوية بكيف بينشال من الجارور مظبوط قلت مخلونة وهي عبارة سرنا سمعين لا عم بقلو مش لحقولها طبيعي طبيعي تنتقدوا على أدائكم مش مثل الطبقة السلطة الحاكمة اللي شو ما عملوا القواعد تبعون على عمينة متل ما تنتقدوا انتم صح وفي اليوم استحاءات انتخابية واصلة بينيطا انتخابات البلدية المفهوض تحصل كيف أوليك ممكن يأثير 17-20 على نتائج الانتخابات البلدية هلأ جزء من انت عم بتسميه نقد وهي حملة علينا من أول نهار فتنا وفي محل عملوا حملة في محل علوا الـ Expectations صاروا نفخون نفخون وانا كنت عم شوفها يعني انه ايه لأنه عارفين انه بعدين يلا شوفوا كيف بتكون نفسون مية بالمية وهيدا هيدا بيصير عادي منا مشكلة فمن أول يوم نحنا والسيوفة علينا يعني اليوم كرتال الطوايف المافيا المصلحية بالبلد قبليني ببعض قبليني بشروط اللعبة قبلينين كتير منيح يعلوا السقوف على بعض المش قبلينينه الوحيد الـ Entry هيدا الغريب اللي فايت على اللعبة هو جماعة 17-30 ما في زعيم ما في راس يوم منقول سفارة أمريكانية مطلع منحكي على الأمريكان أكتر منهم ومش منحكي ومنفعل ونبعث رسائل ومنعلي الصوت يوم مدرشو بيجي خط 29 يوم منكون صهاي خط 29 ما حدا قيتل مثل ما قيتلنا وبعدنا مكملين لليوم لليوم بشو ما بدك بيطلعوا بالآخر قدام جمهور من أول شي كذبين بس بكل الأحوال نحن واجبنا اليوم وشغلتنا هاي دول الأقل من 10% إنك تفرجي شو اللي عم بيصير بالآخر نحن ملاح نجيب ميليشيات وسلاح ونعمل حرب بالبلد نحن بدنا نراكم على الوعي وعي الناس لوقعة وعي الناس لكيف عم بيقصموها أكتر من هيك إذا نحن بدنا نحط توقعات أعلى لح نوقع بمشكلة إنه الناس ترجع تعمل أحباط زيادة نحن ما عنا دور أكبر من هيك وأول نهار قلتوا بالتكاتل ولليوم بس نيسكن فاهمين هدا الشي خلينا لك أنا على القليلة مني بالنقاشات الداخلية لما دخلت أنا هيدا المرة عد شهر ما طلعت على الهواء قلت في نواب جديد أنا صار لأربع سنين قبل خليون يطلعوا خليون يبينوا خليون شو اسم بس بنقاشاتنا الداخلية كل وقت كنت عم بقلوا إنه نحن معارضة شغلتنا نقعد بالزاوية ونقول هيدا الغلط وهيدا اللي صار ما شغلتنا نكون معهم بالصورة ولا شغلتنا نرقص تنجو مع المافيا ولا نجي نفوت كان في رأي وإجماع شبه إجماع إنه لأ نحن بدنا نشارك نحن فايتين نشتغل نحن بدنا نعمل باللجان يا عمد تعرف كم مرة قلت إنه موضوع اللجان لك ما بيصير تصويت لك مش ضرورة شو بدكم بهالشغل حضروا كل اللجان مثل ما كنت جرب أعمل إركض من لجلة لرجلة بدك تعرف شو عم بيصير فكان فيه قرار إنه لأ فينا نعمل حالة للناس يشوفوا فرق تقول لهم أنا لو ما إني مقتنع بمشي بأي قرار بتخذوك وعلى هيدا الأساس مشينا وصرنا نترشح نترشح ترى يعملوا انتخابات أنا مش عارفة إني بجيب عشرين صوت بالبرلومة أنا أصلا ما بارك كيف جبت عشرين صوت لقيتهم كتار بعد شو ألح شك بحالة ما تكون عاملي شي تحت الطاولة لما إخدوا واحدة وعشرين صوت يلقى تطلع لا يا عم في شي غلط فنحنا عارفين شو اللعبة عارفين مين عم نواجه بس اللي بعده فيت جديد وحابب يشتغل وحابب يعمل هيدا المحاولة ما فيك تجي تقول له لا مش هيك بدا تكون ولا محل جي تقول إنه أنا شايفة هيك مش هيك نحكي نناقش نتشارع نتناقش بعدين أمشي بقرار اللي بياخدوه الأكترية شو ما كان هيدا القرار لأنه كانت عيني بس على إنه نضل إيد وحدة موحدين تنقول للناس منبني على هيدا الخرق لبعدين نعمل أحسن ما حدا مننا بيربح بالضربة القاضية مع هيدا السلطة ما ممكن هنروح شوي على انتخابات الرئاسية بدنا شوي نسرع فيه أكيد بسية أكتر إذا اليوم المجلس هلأ صلوا مسكر تقريبا ست شهر وإذا ما انتخبنا رئيس حيضا اللي مسكر بعد سنتين أكيد في شي مبدئي إنه ما فيك تشرع طالبا ما في رئيس بس شو بيصير يعني شو ما صير ولايتكن النية بي إنه الناس انتخبوكن طبعا لتنتخبوا رئيس بس لكتير إشياتين شو هيدا المعضلة أصلا بكل أحوال إذا ما انتخبت رئيس هو هتفكر فيك تعمل إشياتين يعني اليوم البلد لا يقدر يمشي بدك رئيس هو حتى لو إذا رئيس ما عم بقل لك إنه حيجي رئيس ويركدوا يقروا لأونيين الإصلاحية وما كان في رئيس من ست سبعة شهر شو صار يعني شو نعمل ما نعمل شي ضلوا يمضغوا الوقت ويشوفوا كيف بدون يكسبوا وقت لا تجي لهم شي عجيب هلأ جتنون عجيبة اسمها اتفاق سعودي إيراني يعني كله صالي وناطر صالي وناطر هلح يجي مصاري هلح يجي رئيس وسطي هلح يجي قريب للسعودية هلح يجي قريب لإيران يعني عم بيشوفوا مش عارفين إنه هيدا الاتفاقات الكبرى ما حدا قرينا ولا حدا شايفنا وفعلا إنه نحن بآخر آخر آخر سلم الأولويات بالعالم كله فهن ناطرين نحن عم نجرب نضغط بكل الطرق والوسائل تنقلون أنتو الجماعة اللي بتختاروا الرئيس تفضلوا جيبوا رئيس تنكمل هيدا النضال باتجاه الإصلاح نعم غير هيك شو فيه أنا نعمل إنقلام فيه أنا يعني كل واحد بيجي بواجهك بحقيقة كتيرة بالآخر بتقلو طيب شو الحل يعطيك أحيانا حلول شي بيقلك مثلا الفيدرالية كتير منيح حبيب بيقلي كيف بعملها بتاع خبرني كيف بدك تقصيم كيف بك تقنع الحزب الوحيد القوي بين ضعفاء اللي هو حزب الله كيف بك تجي تقنعه بمشروعك مثلا بالع البلد ليش بتيعطيك شقفة ليه بجي خليك تعمونك وبالكاسليك خيش شو بتعمل بعمل جيش الكاسليك بعمل وزير خارجية الكاسليك أنا مشاكلة الأساسية بالسياسة الخارجية بالسياسة الدفاعية طيب أنت ما بدك تعيش معه وما بدك لأنه في سطوة السلاح وغيره اكتشف أنه فيه هيك تعلق أحيانا بأوهام أكتر ما حقيقة في خطة عمل أو فيه مشروع متماسك قابل للحياة فيه يحط لك 50 ألف مشروع بس بدي أقل لك شي على القليلة بيتنفذ مش عاطيك يوتوبيا بس لما عملوا شي عملي عندي بأشرة فيه جنود الرب امتي عليهم طبما هيدا بيواجه شو العملي؟ شو بيواجه؟ بيواجه ولا حزب الله مش كمان تنظيم مسلح أهو بوجه حزب الله؟ هلأ أنت بتعمل جنود الرب تتواجه حزب الله يعني بتعمل حزب الله تتواجه حزب الله الأنتتاز لحزب الله اللي ضد حزب الله هو ناس وجماعة مثلنا ما في طائفية وما في مذهبية ولا منبيع الناس دين وتطرف وتعصب كل واحد حر شو بده يفكر وشو بده يقامن وشو ما بده يقامن بس أنت بالسياسة اليوم بك تخلق مواطنة بدك تخبر اللبنانيين كل يوم إنه شعب واحد عايش نفس المصيبة من نفس المافيا مش بتجي بتعمل ريبليكة عن حزب الله مسيحية تتجي تقول اليوم لشيعي اللي بده يفكر إنه يمكن أنا لازم عايش بدولة وبقانون ومؤسسات تقول له لايك المسيحي عامل حزب الله ولايك السنة عم بينبش كيف يعمل حزب الله ولايك هيدا الشيخ لأنه بيعلي السقف ولأنه مضطرف ولأنه بياخد سيكسي وبيعمل له ري تويت وإنت اللي بدنا إياك لأنه عم بيدعي للتسلح يعني شو من أعمل شو هاستراتيجية ببلد عاش حرب أهلية انقسامات شو المجرب نيه يعني بشرفك شو ها الفكرة العظيمة بعدين بدي أقول لك ليه عم بيقول إنه جنود الرب حاططونه بوش حزب الله عم بيكذب على الناس أكبر كذبة بس قبل معلي خلني اختم هيدا النقطة استخدام الله بالسياسة وبعقلات الشباب اللي بدي وقفهم بالشارع مرة جديدة بلبنان هي جريمة موصوفة لأنك أنت عم بتحط بين إيدان هيدا الناس فكرة أنك أنت عم بتروح على الحرب المقدسة الإلهية أنت عم ترجع تأسس لحمام دم ولقتل نحنا شبعنا منه وعشناه بشكل بلبنان فعلا بفظايع ناخبينك بالأشرفية مع هيدا الخطاب ولا مع جنود الرب ولا بعمري طلعت شو بده ما يريده المستمعون ولا مرة أنا نزلت على الانتخابات ما حكيت كلمة مذهبية وطائفية ببلد كله بيركب هيدا الموجة وما ترشحت على الانتخابات كنت أقول ما بنزل على الانتخابات لأنه الانتخابات هي شعبوية بكتوف شو بده آخر صوت ولازم أطلع أخبر العالم خلقوا بالمطرح والغلط رح شوف لي شي محل واحد عملت إنه فيه إنسان أحسن من إنسان إلا بتفاقته بيشغله بيقيمته للمجتمع مش وين خلقوا بأي طايفة وبأي مذهب وهكي بتبني أوطان هيكي بتبني مجتمع وناس مش بالفرز وبالتقسيم اللي بيجوا بيفرزوا الناس الديفايدرز بالعالم هن أسوأ أنواع السياسيين هن اللي بيخلوا العالم مطرح بشيع وصيخ ومجوي والسياسي دايماً بحاجة لعدو ولقصمي لشد العصب لحيوصلنا شد العصب لمحل ما يبقى لبناني قادر يتنفس بهذا البلد ويبقى طبقتين بلبنان مغلوب على أمره ومستفيد مستفيد يعني حرامي مع المافيا ومغلوب على أمره ما قادر يعمل شي لحدا عم يعطي فيزا ولا عم بيبعط له أفق وهذا شيء هيدا مكان خطر جداً الإنماء النهضة الأعمار هيدا أكتريته بيعملوه الطبقة الوسطى بيعملوها الناس اللي بتشتغل الناس اللي تطلع من الأرض وبتتعلم وبتغير فمشان هيك بيقلك أشخاص مثل هؤلاء هول المتمولين اللي البعض منهم عم نحط عليهم عقوبات هول أخطر شي بالحيط شي غسان هول اللي بيجوا بحطولك بيصيروا من بيعدوا ورا وبصيروا يحطوا واجهات وبصيروا يبعطوا ناس يحكوا بطريقة معينة بيخلقوا تعصب قصة الساعة وحياتك خطة طولة بطريقة سربوا الفيديو وبلشوا بالمسيحيين يلا طلعوا يلا طلعوا وعملوا وعملوا خلقوا شرخ بالبلد بشعوا مقرف على موضوع سخيف وطيفي هتنين خطيرة قاعدين قرب ليها لا ما بقربها قالوا لي ما بدك تقربها ما بقربها لك شو هاي دا لك شو هاي دا كيف معقول يكون فيه إسلام ومسيحية بدي يطلعك من نظام العالم من الساعة بالعالم المستشفيات والطيران مئة ألف مش كلي بتفوت فيها بس لقوا فيها فرصة تاعملوا فيها توتر مذهب طائفة ويشدوا عصب جماعاتهم عملوها وعملوا باية ماش تقلنين برسيت التوقيت برسيت التوقيت وردت الفعلي عليه على تويتر شو أرسيت التوقيت طبعا المربة تعريف لأنه عم بتطلع هيك بلاقي نديم جميل لكم لبنانكم ولا نا ولا توقيتكم ومدري شو بتيرتقول عرفت كيف مدري شو فيه بعد شواء ان رح يعلن حرب صليبية تطلع هيك شو بترد شو بترد غير بغير بتمسخور يعني مربة الفراز مسيحي ومربة المشروش مسلم عن جد شو بترد يا إلهي تبعي وتاعك عرفت كيف انه لا 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 بعد كل اللي صار فينا نكون بعدنا هون هيدا المحزن هون الفجعة ان بعدك انت بهالمطرح اللي هالأد سهل ارجع اعمل لك خط التماس والخنادي ويقعدوا فيهم الشباب من معارضة لطريقة بالنائقة بنحكي عا أهمية و أهمية انتراب رأي جمهورية نحن نحتاج ان نكون لدينا رأي جمهورية وبحزيغان الفين وانين وعشرين وقتا كنتو عام تعملوا الاستشارات الملزمة حضرتك سميت نواف سلام ويبدو اليوم انه في مقايدة بين سلامين فرنسية لرئاسة ونواف سلام لرئاسة مجلس الوزراء هيدا المقايدة هل ممكن تخصير نواف سلام دعم النواب التهيغيين لك خليني نقولك في أكتر من هيك في مقايدة عم بتتم على أبعد من فقط رئيسة الحكومة يبدو انه الفرنسيويين سلموا بفكرة انه حزب الله مستعد يخلي الفراغ ولو عشر سنين بدو يجيب سلامين فرنسية فخلينا نروح نشوف اذا فينا نحسن او اذا فينا نعمل شي توازن من نوع اخر هيدا الفكرة اللي عم بتم التكرار فيها للسعوديين ولغيرهم انه خيهولي مصرين ما بدو نجيبه غيره تعالوا نشوف شو فينا نعمل فمن هيدا المنطلق بقلك انه مش بس نوف سلام مطروح مطروح تمام سلام كمان والارجحية يبدو يبدو اذا بدو يمشي هيدا الديل هو على تمام اكتر ما على نوف هيدا اخر معلومات تنعطي هيك شي معلومات هلأ هيدا ممكن بكرة يتغير وسلاحد هلأ البورصة هيك هلأ بتقلي نحنا بالنسبة لقلنا ما فيه اعطيك كلمة عن التغييدين فيه يقلك انه لازم نحن نجتمع ونقعد ساعات طويلة ونشوف كل واحد شو رأيه وكل واحد شو بدو يعمل لان احنا ما عنا زعيم بيقرر كما قلتلك كل واحد صاحب قراره ما بيقتنع بيحمول حاله وبيمشي ما عنده شي ما فيه زعيم عنده انه انا عطيتك المقعد انت جيت لانك انت بتنتمي لحزبي لكذا انا دفعتلك انا عملتلك حملتك هيدا شي مش موجود عنا نحنا حملتنا حالة ما وهيدا الحالة الما بتخلي كل واحد يكون فعلا مستقل وحر بيقراره بشكل كامل فكل واحد منه هيعمل اناعاته مشان هيك بيقلك ما بعرف ما فيه يعطيك جواب بتقلي لقلي بيقلك نواف سلام شخص كتير بيحترمه بلاقي فيه فعلا حدا ممكن يجي يعمل خطوات إصلاحية ومشان هيك وقتها سميته قلي مين بتسمي يعني انا قبل سميت حالي مقع كور سميت براهيم من نيمني بالشكل المبدأ كله يعني انت بتكون بتكونوا طارحين بتكونوا مثلا طارحين صلاح شحنان للرئاسي لما يصير صلاح هو كمان مرشح مرشح البقين القوات اللبنانية ووليد جملات وطعنا فطرية جبران بيصير بيوم الايام بيضل مرشحكم ايه لحقلك ليه لأنه صلاحنان اصلا مش مرشحنا نحنا مرشحنا حدا مثل عصام خليفة بس نحنا عارفين نحنا ما في نوصي الرئيس نحنا مرشحنا جزري من الخيام ضد كلهم يعني كلهم ما بيحكي مع حدا منهم ما بيقرب على سفارة ما فرقني معه غير لبنان وبس وما بيفرز حدا مثله بهالبروفيل لا بيفرز حدا بيشبه لولد السلفة حدا بيشبه شي ما معوضين عليه اللبنانيين اللي بيحبوا بس بقصد أنت لما تكوني مع الكوة السياسية بس تقلق كيف بيشي صلاحنان صلاحنان او غيره من الأسماء طرحوا كتقاطع مع البقين ما عم هيدا الشي الناس ما عم يفهموه تبتكن صلاحنان ليه ما عم تصوتوا صلاحنان يا حلوين يا جماعة في مبادرة عملناها لفينا عليهم كلهم طلعنا بمواصفات وجينا على أسماء ممكن يكون فيها قابلية عند الآخر صلاحنان حدا كان باللقاء الديمقراطي وبقرنة شهوان وحدا سيادة وإصلاح وإنقاذ ونضيف لو كان بيقصم فهيدا أسم نحنا فينا نحمله بكل فخر ونقل له نتفضله نجيب رئيس اليوم نبلش عملية الإصلاح بس معنات أنتنا ما يكون بقضية هالقد كبيرة السياسية مثل رئيست الجمهورية قادرين تتقاطعوا بإسم معنات أنتوا بالليجان ومجلس النواب قادرين تتقاطعوا بكتير ملفات أصلا نحنا عم بس لحظة نحنا عم تقاطع بكتير ملفات نحنا اليوم نتقاطع مع اللي بيطلع بيقول أنا مع أنون قصية القضاء ماني متقاطع معه مع اللي بيمشي معنا واللي أوقات بيكون فكرته حتى يمكن بيه تعديلات بالنظام الداخلي روح سألهم كلهم كلهم مع التصويت الإلكتروني غسان لقيلة كتلة ما بدا تصويت إلكتروني سلم لي عليها إذا الإيطة حركة أمل لا حتى بيقلولك ما حركة أمل بدا تصويته بدا تغيير تسطور كله فبس تقللك إنه لا في كتير قصة فيك تتقاطع عليها القصة مش واحد شو بيقول بالشعرات قصة مين بيجي على التنفيذ مشان هيك لما رحنا بالمبادرة كلهم قالوا لنا روعة عظيمة نحن معاكون كتير منيح برافو يا شباب طلعوا على المنبر يلا خبروا الناس شو عم تعملوا أخدوا من إنه نحنا جينا لعندون وتركوا فكرة إنه نقدر نتقاطع نجيب رئيس ما نفوت بالفراغ ونوصل لل 100 ألف الدولار ولكل التعتير اللي وصلنا له إسالية القضاء بالفعل 2018 تقدمت باقتراح قانون متعلق بإسالية القضاء ونصر هيدا من أعداد المفكر القانونية بس للأمانة حدا يفكر أنه شغل للمفكر القانونية أخد معهم سنين حطوا في أفضل معايير الدولية عملوا شغل فعلا تفتخر يكون في شيء مثل هالجماعة بيشتغلوا بالبلد نجينا تحية أكيد فرحنا بأمل كتير كبير لأنه عملوا لوبينج منيح ومؤتمرات وشو ما بدك وجبنا الكتل ومضيناهم قدمناه وبلشت بلشت الكتل أي كتل؟ الكتل اللي قبل التمضي اللي منن كتائب قوات ما بدي أنسى حدا بعتقد حدا من المستقبل مضي يمكن لكن ما تخليني أقول أي شيء لأنه عن جات ذكرتي ما عادي يعني ما بتذكر مين المضيو العشرة مية بالمية بس إجا كذا كتلة بيعملوا حركة وزنة وبلش يبرم هيدا الأنوان فات على فرن جورج عدوين وبلشنا شو بدي خبرك؟ سنتين أول شيء ما كان يحطوا عجد والأعمال وين الأنون؟ وين الأنون؟ اللي أنا ما فيه شرع على وقتك وعلى فينا نشرحنا ناس ما بيعرفوا شو يعني أنون يعني هلأ نحنا شو عم نعمل؟ استقلية القضاء مفكرة حطت حطت مجموعة نقاط لإصلاح القضاء باللبنان ولتعطي استقلية حقيقية مالية ينتخب القادم الكولاج إلكترال إصلاحات كبيرة المفروض يروح إلى لجنة هيدا اللجنة يا خيه تاخد شهر شهرين يا عم تلاتة أربعة أدي بدك خمسة عطيني وقت زمني معقول هو أنون كبير مش أنون صغير وهيدا كله هون دون مهل زمني يعني هيدا بيتقدم في نام ما في مهل بس النقطة غسان أنه ما نحط على الجدول ليبلشوا يدرسو مين اللي بيقرر إلا لما نزلت بالثورة و 17-20 هيدا النقطة اللي بدي تبقى بعقل الناس شو عملت 17-20 يا عم جبارتون جبارتون يقروا ويحطوا ويبلشوا وينقشوا فيه فاللي عم جرب إلا كيه جبارتون يعني مين يعني مين يلي بيحط على جدول عمل ما هو بتعرف ليش بتحكي بالجامع في لبنان لأنه النظام شو بدي قل لك الماكيافالي الشيطاني إنك ما فيك تجي تلقى طراص الحية وتقول لقى طراص الحية قدمة عندها روس وبتتوزع الروس هيدا الحية مرة هون الحية مرة هونيك الحية ليش منذكر جوج عدوين لأنه لقيه سجنة الإدارة والعدل محلمة طبيعيا يحول القانون خاصة هيدا القانون لدراسته فكنت تقريبا بكل جني طالب بمنائشة هيدا القانون أوه شي نطرد شي شهر يعني مش إنه بدلا ندغري على الفوط بلشنا ما تركعش لا ناخد وقتنا نسأل في مرة ألي عم ندرس شايفة شو مقدمة قوانين شي إنه غير قوانين عم ندرس بالآخر 17-20 جبارتهم حطوا القوانين الإصلاحية قسم القوانين الإصلاحية نحطت برئيسة براهيم كنعان اشتغلها وكتير بسرعة وكتير بسرعة وراح هيدا القانون عند جورج عدوين قاعد عند جورج عدوين ظلت أنا كل ما أطلع على التلفزيون أحكي وأصلاً عم بحكي ما بيلي فيه مش عم شهر فيه بد شي طريقة خلي هيدا القانون يتقدم قول إنه اللجنة قدمته 2018 مش بعد ما نزلت الثورة بعد 17 أصلاً حدا منكم مذكر إنه يفوت الميكروفون عند الشباب بالثورة شوفوا شو ما طالبكم قانون السرية القضاء ولد صغير بالآخر يقل لك أنون السرية القضاء بليس تذكر شعر شوف مطلب من مطالب الناس اللي نزلت حملته كان هيدا القانون ويمكن لأنه كل الوقت كنا عم نحكي عنه عم نوعي الناس قدام هم يكون عنه قضاء مثل الخلق وبعتقد اللي عم بيصير اليوم بموضوع مرفق بيروت بموضوع المصارف بيأكد لك قدام وهمه وأساسي إنه البلد يكون فيه قضاء وفي عدالة المدخل هو استقلالية القضاء مش السياسة بيقرر هيدا بشيله هيدا بزحه هيدا بشكله هيدا بنقله هيدا بعقبه أي قاضي بديشتغل باستقلالية ورقبته بييد السياسة وكيف يرزينون عند الزعمة حسب طيفته هيدا هيدا نظام مش معقول لك ما في شي بيصلحه ما في شي بيركبه عكل حال جرق لا ارجع بس تقلك هيك بدك انت تايم لاي قد منيه 2018 أيلول انو وضع بعد ثورة 17-30 على جدوى الأعمال بعدين انا بعد فترة قصيرة يعني انا في اللاية بس كان عم بيندرس كيف كان عم بيندرس ببطء شديد مثل الزلح فيه ما هنه كمان احد الاساليب هو البطء في كتير قوانين بيجي عليها ضغط دولة انو مرقو 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 شو بيعملوا بيحطوا باللجنة وبيصيروا كل ما ده مية بالمية بعدين بعد ما نعلم فيها بعد ما طلعت حكيتش 500 ألف مرة على التليفزيون عن هيدا الموضوع وليش ما عم بيتحرك ولي ما عم بيخلص من اللجنة قبل ما تخلص مدة البرلمان السابق قبل بشهرين ثلاثة من انتهاء المدة بيقوم بيحاوله جورج عدوان على الهيئة العامة انو خلصنا بيبعثو على الهيئة العامة وما بيصير شي من بعده بعدين جينا بالبرلمان جديد كمان عم نسأل صار عند وزير العدل وزير العدل قال في كوميسيون دوفنيس بدي شوف كوميسيون دوفنيس شو بدأ تقول عن هيدا الموضوع ما أخذ بملاحظات كوميسيون دوفنيس أنا كرميلك عم تتبه بالوقت يعني هو فيه بالهيئة العامة يروح لعند الوزير بدون ما تكون الهيئة العامة بعد صوتت عليه بدون ياخدو يستمزجو رأيي الوزارة العدل ياخدو مزيج وزير العدل لأنه في عندك طرق ووسي الوقت شيء ما بدك تمرقه لا تقدير تشتري وقت يعني فيه أشخاص جهات لحد اليوم وحكيت بآخر مرة بآخر خطاب علني بالمجلس النيابي عن هيدا الموضوع كيف هو وضيع نبش لقيه إذا شاطرت لي طب بولا مين الجهات مين الأشخاص مين الكتل مين عم يأخير اكرار من رأس الحية استقلالية القضاء الكتل الكبيرة اليوم الأحزاب الكبيرة أكتريتها ما بده أنون استقلالية القضاء بس كل واحد بيعرف كيف ينفض عنه لما كتير نعمل عليه متركاش وطلعت مرة مباشرة مع ملح مرياشة وقلت له أنتو موقفين هيدا الأنون قال لي لح أرجع لك بجواب ورجعت لي على التلفزيون وقال جورج عدوين حولوا على هيئة العامة هو وقته حولوا بهيدا الأسبوع تقلك أنه لما بتحشر إعلامياً توصل أوقات لنتيجة ما النتيجة كانت أنه نفضت القوات إيدا من دم هذا الصديق يعني بمحل ما قالوا لهم إحنا أربع سنين ما طلنا فيه ما قدرين بقى نحمله هلأ صار بعهدة حدا تاني كبولوا الكرة تلاقيها وهلأ التاني كمان ما بنعرف وين بيكبها وبهيك بيصير متل ما صار بهيدا الأنون بيصير بكتير مواضيع بيصير ويتقاضح هين مشكلين بس هون هون كان عنده شريك أساسي بالتشريع اللي قدر هالقدي اشترى وقت وما طل فيه وكذا اللي كان سميلي شركاء وثلاثة أنت بتقولي عنده ثلاث شركاء بمجلس النوية لأ عنده كتير شركاء أكتر من ثلاثة أكتر من ثلاثة أكيد يمكن عم تحكي إدارة المجلس أنت كمجلس بتحس اليوم أنه أكيد علي حسن خليل معاونه سياسة بالنهاية أكل أكثر خلينا نقول إدارة للمجلس النوية باليوم بشو بينحط على الأجندة بتندار الأمور عندك كمان أكيد جورج عدوين اشتدارة والعادل مؤثر جدا بالتشريعات بالقوانين بغيره وأنا محلو لسامير جعجع مع كل اللي عم جرب يعملو ما بيخذها لإدارة والعادل شو بدي فيها شو بدي عد أخذ ليجين ما بتقدر تعمل شي وبطواطق واضح خلينا نقول مع مع السناء ومع النبي بري وعندك كمان براهيم كنعان لأنه عندك لجنة المال موازنة عندها فعلا دور كتير كتير كبير أكتر ما بتتخيل ساني هول الثلاثة الرئيسيين اليوم بإدارة المجلس إي ما في شك أكيد في بو صعب عم بيفوت كمان على الخط بإدارة المجلس في غسان سكاف عم جري بيلعب دور كمان هيدا الدور يعني النبي بري بيعطيك مساحة فيه هو اللي بي في غيره يمكن حتى ما أكون ما بعرف إذا نسيت حدا أساسي أنا بسألت القضاء بعد بدي أعرف لو كان لو كان هذا القانون مشي شو كان تغير بالنسبة للقاضي طريق البطار وشو كان تغير بالنسبة للقضاء يلي عم يشتغلوا على الملف المالي يا سيدي بدك تحطي المبدأ بتقلي بتغير أورنايت تنهار ما بعرف بس بدك تحطي المبدأ القاضي رقبته منه بيقيد السياسة مش بيشيله بيحطه بيعزله بينفيه أنت بتعرف يا غسان قاضي بيته بصيدة بدون يعقبه بحطه بالهرميل قاضي ما بعرف شو بيعطوه محكمة معروف كيف كيف بيتعاملوا بموضوع القضاء وكيف بيشكلوا فإيه القاضي اليوم بالوضع الراهن مرهون كليا للطبقة السياسية وهنا بدي لازم حي نادي القضاء اللي قدروا يعملوا نوع من حصان بين بعض وعملوا استقليلية مهمة ليقصم من القضاء ليه عملوا نادي القضاء ليه بتضطر تعمل نادي القضاء لأنه عندك هيدا الحالة وتدخل السياسة الدائم بالقضاء فولا حابين ناخد رأيك وموقفيك حول القضية اللي مسكتها القاضية غادعون هدد المصاريف ب هيدا القضية هل نتوقف عند المرجعية السياسية والأسليب أو منركز على جرأة هذه القاضية هذه الامرأة اللي عم بتفوت بملف ممكن يسقط رؤوس كبيرة في الدولة بذلك شغلة كانت فئة على تويت أهواج محته بيقول أنه أنا معي مليار وميتين مليون دولار ومجمدين معك بس مليار وميتين إذا حدا بيفهم شوية أرقام شوية مش كتير بيكون مليار وميتين مليون دولار بتضحك بتضحك ما بدا ما بدا اتنين يحكوا فيها ومجمدين ليه مجمدين عندي ملعام عندي هن مش موجودين بس أنه بدي أفترض يا خي ما بعرف عندي عم بريزيل كيف بدي يكونوا مجمدين ليه بديوا يتجمدوا لأنه بيضحكوا على جماهيرهم بيخبرون أنه مثلا جب التمر ولا ليه بديوا يتجمدوا لأنا أصلا بحياتي عندي وصولنا مثلا لميل عام أو ملزمي صفقات جايبي بواخير ليه بديوا يتجمدوا مثلا بس تقلك وقتها استغربت أنه أنت قاضي جدية ما فيك تعمل بدي صدقك بغير قصص كيف تعمل هيك شي رغم ذلك من بعد هيد الواقعة التويت الشهير اللي بعتقد سقطة بحياتها أكيد هي بتعرف أنها كتير أنها حطت من حالة نزلت من حالة حتى بعد ذلك حياتها لما شفتها مسابرة بهذا الملف ومكفية لأنه بمحل ما إيه بدك توصل لما ترح تحسسوا خيال إنه في عين رقاب في فعلا في ريبركاشنز لشي بتعمله في محاسبة في اكاونتبليتي بهيدا البلد هلأ بتقلي مية بالمية ماشي بالإجراءات مثل وقصة المكان وما غير كله المفرقنة معا بالعكس أنا مع إنه تكمل على الآخر بهيدا الملف وما تتوقف ورجعت قلت له إياها ما تفكري لأ الناس بتفرق مشكلة صبغطة السياسية أكيد مشكلة ما نحنا همصيبتنا مع القضاء إنه بيجي واحد شايف الزعيم الفلاني مطرح الله وبيصير يعمل كل شي على زوء الزعيم ويركب كل شي عزوء الزعيم وأنا كان عندي تجربة خاصة معهم رحت ادعايت على مطمر برشحمود وعلى الأشغال فيه اللي هو يمكن أسوأ شي نعمل بالعالم كأشغال هو هيدا المطمر كانت كتير متعاونة بالبداية وقالتلي حول الإدعاء لإدعاء شخصي لا يكون قوى هي علمتني قلتلي حوليه هلأ قلتلي شخصي بمحلات فعلا حسات عندي شريك بينوسق فيه بقدر أوصل لمطرح بهيدا الموضوع بعدين آه بتجيب خبيرة هيدا الخبيرة أنا ما بعرفها هيدا الخبيرة هي القاضية بتحطها لتعرف لأنا ولا هي منفهمها القد بيئة لتعرف فعلا إذا أنا عم بحكي بالضرر البيئة هو صحيح أو مش صحيح الخبيرة بتلع اسمها نجاة صليبة عون أو نجاة عون صليبة هيك أنا بتعرف عليها لست نجاة للدكتور الرائعة الموت فيها لك من قمتين بعرفها هيا 2018 عم بحكي نجاة بتعمل تقريرة على مطمر برش حمود تقريرة اللي متلها نضيف علمي موضوعي رائع تعرفت عليها وعلى جوزة عصام كمان شخصية عن جد تنبسط إنه في هيك ناس بلدنا أخدت التقرير ريسي غادة عون ودفنت الملف كله بالجرور بسألة الحقة دفن بالجرور تقرير نجاة عون واضح بعدين بعد فترة بنزي عقوبات على داني خوري من التراجري عم بفوت أقرأ أنا شو مكتوب بتراجري عم بطلع موضوع الأشغال موضوع كذا يعني هولي قريدهم بيطلع أكتريت القرار مستند أو بيشبه أو يمكن جايبين حدا تاني ما بعرف بس كاتب نفس الكتبته نجاة عون بتقريره لهو ما فيك تجي تعمل يعني على زوء حدا لأنه هذا تقرير علمي شو الدرار شو هيدا فبس تقل لك اليوم هيدا نضب بالجرور ومع ذلك بقل لك ملفات اللي عم بتلحقة اللي فيها فساد واللي غيرها بده يضبهم بالجرور أنا مع أنها تلحقة مشكلة لبنان مرال تبع كلها القصة إنه بيجيك شخص مع طرف معين بيفتح ملفات الطرف الآخر وبيضب ملفات هيدا الطرف اللي هو معه بالسياسة وبيجي قاضي تاني بيصيروا يحطوا ملفات بوج بعض تما توصل لو لا نتيجة قاضي X بيفتح ملفات السياسة Y وهيداك وبالآخر بتطلع النتيجة سفر ما بتفهم شي لأنه فسادك بوج فسادة مش الحال إن الله قد عفى بينسوا الناس القصة بيخترع لون شي مثل الساعة مثل أي شي بالهيون فيه مثل مدافن صيدة إنه تنين تن ايجر فيت وكسروا الصلبين وكذا بس ثلاث أربعة تيام بتعمل مشكلة بالبلد وسعار مذهبة بتكره المسيحية بالإسلام والإسلام بالمسيحية أكتر وأكتر وأنت بتعيش بالبال جديدة أكزاك وما بتعرف شو صار بالملفات الأساسية اللي بياكلوا من وراها وبيعيشوا من وراها وبيبنوا مستقبل لأولادهم المسيحية والإسلام بالبلد هو اللي ما بتعرف شو صار فيهم هو اللي بنحطوا عجنب هو لابد 30-30-30 ثانية ثلاثة أسئلة كتير سريعين سريع عم بطول بس لأنه أسئلتكم بده وقت كنت كتير محمصة ضد المحارق المحارق وقفوا صح بس بعد زبالتنا عم تنكب البحر بس جربنا نعمل شغل كتير كبير وعملنا أوكي خلصت من هاي جبرناهون يخلونا طيب أتنين أموال المودعين تعرف لو مجيت المحارق بدك 100 مليون دولار فريش مينموم بالسنة بس تغيير فالتر حدا يقولي لأ 6-7 محارق من الأكبر كل طايفة طبعا بيطلع على محرقتها كل زعيم بيحط محرقته وخد بقى على ما يغيره فالتر الصعيد المالي أنت اليوم لما تلتقي بمودع يسألك عن مصرياته بتقلي له في أمل يرجعوله أو راحوا لمصريات جاه السؤال الصعيد كم مرة بتنسألي بنهار بنسأل بنهار وبصراحة أوقات يعني في مرة في مرة حدا زعل مني وصديق وكي عمليا غسان المصاري مش هون بقى يعني باقي 19 مليار شو بدك ترد لا ترد لما كنا قدرين نرد خلقوا كارتال يدافع عن فكرة لا أبدا ما لحنا قبل ندفع تحت الخمسمائة ألف ما مندفع عمية ألف ما مندفع كذا وصلت لمحل اليوم المعه عشتاليف ما بتعرف إذا راح تقدر تردله أو لا فمش شغلت أبدا لا أضحك عن ناس ولا أعملون أوهام ولا أخبرون إنه بتنا وفينا وتشوفوش اللح نعم بقلك اليوم بصراحة بصراحة بلاقي صعب كتير إعادة تكوين الوديع ومتل ما عم يشتغلوا ما هيخلوا دولار بالبلد عم بيصرفوا كل شي يمين وشمال بلا ما يصرفون بشي منتج إنت اليوم بدك تعمل تشاري مجبور تعمل معامل كهرباء وتجيب كهرباء رخيصة وكهرباء نظيفة لا تقدر تقوم بالاقتصاد وقال له بلد بإنهيار بلد كهرباء شو بيقيمه وبعدين ما بتعرف أمتين بلد إنترنت يعني عم تحكي ألاف الوظائف ليه تتكل على مننا موجودة من ضمن الصرف اليوم كتير عم ينحكى ترجع نكون الودائع ترجع ندفع للناس مصرياتهم هيدا أحد الأوهام هيدا أحد الكسبات اللي بدون يجوا يحطوا إيدهم على ما تبقى من مقدرات للأجيال ويحطوها بطريقة من الطرق بجيبتهم ولا بعمري بممكن نسدي لك كيف بدون نديروا القطاعات تخلق شو بدون نعملوا موضوع الكهرباء ما هن زيتهم هول بدون يجوا يستلموا مثلا مؤسسة كهرباء لبنان ويحطوها بهيدا ما بعرف كيف هول بدون يتمنون على أي مؤسسة على أي إدارة وأنا شفتهم كيف هدموا الإدارة والمؤسسات ليه هلأ بدون يغيروا كيف بدك توقفين ما في اسمحلون اليوم بأي شكل من الأشكال يمدوا إيدهم على ما تبقى من سروات لمستقبل الأجيال اللبنانية كيف أنتوا تنعشون نايف أنت اليوم لو لحالة بدي ضلت دافع عن فكرة بعتبر أن هذه فكرة موحقة اليوم في المصارف اللبنانية هناك قانون ناقد والتسليف بيلحق رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة على أموالهم وممتلكاتهم الخاصة المصارف هي شركات خاصة إذا أفلست في طريقة للتعامل معهم وبهيد الطريقة كمان ممكن ترجع قسم كبير من الأموال أضف إلى ذلك في شيء اسمه كلوباك يرجعوا اللي يطلعوه من الخارج ويمكن اليوم المليين اللي عم تنصرف هي خوف من قانون النائد والتسليف لأنه عندنا قانون جيد ولو قديم وخوف أيضا من احتمال أنهم يضطروا يعيدوا من أموال من اللي يطلعوه فيه إنسى الكاميرا وأسأل غسان بولا ليه بتشارعي كتير بالسياسي ما بتشارعي بهو القصص وهني هالأدب بهم والناس كيف عم شارع يعني ليش نبتعملي مشكلة حقيقة مع مين على تحويل أموال للخارج مشكلة رأي عام أنا اللي حكيتها أنت ما سألتني عنه أنا اللي حكيتها غسان بس أنت مثلت سنين لليوم كيف بدي شارعي يعني هذي ليش وحدة من معارك ليش مش وحدة من معارك بولا رئيسية بس تحطي شي براسك لا لحقلك شو الانطباع اللي عندك أنا اليوم بطلع على تلفزيونات بطلع على بلاتفورمز ما بيسألوني عن هالموضوع وإذا بقرب عليه بيسكتوني ضغري لأنه اليوم لحد اليوم هيده المصارف المفلسة احتار تلفزيوناتك بعدها بتحط أعلانات وحدة بيخبرك أنه ما بدنا نضرب القطاع المصرفي ما يوم نضرب القطاع المصرفي ما إذا القطاع المصرفي بده يكمل إيه در يكمل هيك؟ اليوم البانك الحقيقي اللي بديشتغل بانكينج إيه در يكمل هيك؟ أنت اليوم لتشتغل مصريات الناس بأوروبا بديكون ما عليك ولا غبرة لأنك بتتعاطى بمصاري العالم بديكون أنضف شي ممكن بيفلوك تفلي بيعملوا عليك فتنج ما بيفهم وين إحنا من كل ذلك؟ فغسان؟ لا هيده كمان أكتر شي بحكي 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 هلأ بكرة بحطر لك خمسة تاليف واحد على زوقه بشو ما بده؟ بأي موضوع اللي كان ما وقفت بهيدا الموضوع بس كمان لازم اعترف بشغلي أنا حدا بالموضوع المالي النقد الكذا عندي صعوبة يعني منه ملف سهل علي ملف الزبالي رجعت قعدت مع جوزافة زعيتر ومع نجاة عون ومع زياد أبي شيكر علموا فيي إلى يوم التعليم لفهمت شو بيطلع شو الديوكسين وكيف بيطلع كيف بيشتغل الفرنس رحت زرة محارق حطيت وقت بهيدا الموضوع اللي بيقتل الناس كتير كبير هلأ بموضوع الأرقام وهيدا القصص بحكيك بصراحة بخاف كتير أحكي لأنه بمحل أنا باعترف إنه ممنى ما كتير بعرف بهيدا الموضوع بس اللي بوسق فيون واللي بعرف إنه ما عندن أجاندا بهيدا الموضوع بوسق برأيون أنا بكرر لك أكتر شي شو بسمع منون وهيدا الحكي اللي حكيته هلأ ليش اليوم ما فيه يسلم أسدس الدولة يدروها هيدا الدولة يعني المافيا ليش ما بقدر يسلمون هول يرجعوا يعملوا شي لأني شفت شغلون بالسابق وليه هو الحل بتطبيق قانون النقد والتسليف وبإنك ترجع من الخارج لأما في طرق تاني فهيدول إجوا بمنهقشات بحكة مش إنه هيك تلعطلك بموقف لأنه موضوع أنا بفهم فيه لا ما بفهم فيه بولا تننهي ملف الميل فيه مواضيع عريضة شيئكي صعب انتخاب رئيجمهورية خطة دفاعية إلى آخرية بس كمينا فيه مواضيع يقال إنها تفصل إنه في كتير بلدين تعتمد مؤشرين للضريبة على القيمة المضافة الـ VAT يعني بيكون في عندهم VAT للأساسيات للحاجات اليومية دوار خباز آخره وVAT للكماليات سيجار لكس فكرة منيح هالأساس والهدف منه هو ترفيف العبق على الأشخاص اللي الدخل محدود محدود جدا بخاصة بأزمات مثل أزمة لبنانية هيك موضوع هل يهم نواب التهييريين أن يعملوا عليه؟ صراحة فكرة كتير منيحة بعتقد أنه فكرة فعلا كتير جيدة أن تكونسيدر بس برجع بقلك مثلا أنا هيدا فكرة بروح فيها صراحة عن إبراهيم منايمني عرفت كيف بقل له إبراهيم ليك فيه هيدا الموضوع كذا سميت إبراهيم لأنه بتعطى أو بأكتر مهتم بهذا الملف يعني وبوسى برأيهم فعن بعطيك بس أنه إيه بقلك هيدا شي أنا باخده بنقشه معه وإذا فكرة هيك بقلك أوليا إيه فكرة جيدة أصلا أنه معه يدفع الطبيعي والجيد وأنه يقدر يدفع أكتر يعني والما معه يدفع مثل قصة البنزين مثلا أنه كلنا كنا نعب بنزين المعه ما بعرف سيارة مودال مدرق دي على قده والما معه سيارة فيرها آخر مودال بيعب مثل بعض لا فيها شي فيها شي مش طبيعي بيعب مدعوم يعني لا الدعم لازم يكون للي عايز دعم مش للي مش عايز دعم وهيدي نفس الشي وأنا معه ضريبة التصعودية مثلا بتطلع أكتر بتعمل أكتر فيك تدفع أكتر هيدا هيدا الشي الطبيعي تمام طالما متفقين أنه هذا موضوع ممكن يكون يلاقي اهتمام النواب بالبودكاست منحب ناخد تعهد من الضيف طبعنا فتتعهد أنه بتعهد قدملك هذا القانون أوه تمام وتمنى تشتغلوه مع محامي تحالف وطني بليز يعني عم بحكي محاميين اشتغلت معهم عشرات القوانين هلأ عملنا سوى لجنيد تحقيق برلمانية بموضوع المطار اللي قبل ما يوقفوا الصفقة بتعهد أنه أحمله كتير كتير حبيت الفكرة يعني بحب أني أحمله مثل ما قلت لكم بدي أتناقش مع ملحم مع إبراهيم مع نجات مع حليمة مع كل الشبيب وصبايا مع ياسين ونشوف إذا بنقدر نوصل لمحل لإيه أنه هيدا فكرة سديدة نحن من ماليتنا متعهد إنه كمانا إنسان ديك بهيدا الملف من خلال كل وسائل المتاحة لنا كتير حلوة الفكرة وكتير جيدة ومنشتغلها مع تحالف وطني خير طلعنا بأكشن بلان يلا عظيم طيب هلنا بنروح على شي أنا سوري يعني عم ضلني اللي حيكون بالوقت نروح على شي كتير سريع قل لينا مين على حد علمك يعني قد ما بتعرفي مين الكتل اللي معه مين الكتل اللي ضد بهول القوانين اللي عم تناقش في مجلس لك عن جد مش عم بمزح وعن جد ما عم بتهرب بس فيه ما أتذكر ما مشكلة ليه بتذكر أوكي بتذكر إنه هيدا فيه كون الشري لأنه عن جد ما بدي أزله حتى لو كانت غلطة كمانا مع ليش بس كتنعرف مين من الكتل مع ومين من الكتل ضد المواضيع التالية الموضوع الأول إعادة النظر في السياسة الضريبية في لبنان عن جد ما بعرف عن جد ما بعش يعني ما بقدر يجي قل لك لأنه بالشعارات كل بيطلع بيقل لك شو بدك تسمع أصلاً كل بيزيدوا علينا يعني كنا هيك مرة بلجنة الإعلام والاتصالات إذا بتسمع الحكة بتطلع بتقول يا عم مين في فساد بهالبلد هن اللي بيحموا الإنترنت غير الشرع هن اللي قاعدين اللي قاعدين باللجنة هن اللي بيحموا ديك الحاي وأبو شريطة اللي بيوصل لك إنترنت غير الشرعي بيطلع بيحكيك حكي إنه ما بنقبل ما بنقبل طيب تسألني هلا بيجي بيقل لك بيقل لك ضد الإنترنت غير الشرعي حزبه الله حركة أمل قوة عونية كلهم كلهم اشتراكية طيب هادي عم هادي معم بمجح معك مثل معم خبرك ليه ترلي بإلغاء تجريم المثلية بيقيموا بيرجعوا بيطلعوا هن اللي عرفت كيف مين مغطل الموترات مين مغطل بتجريم المثلية مين معم هيدا لا هيدا أكتر بيقولوا صراحة رأيهم هون يمكن بتقدر تساعدنا شوي أكتر شي الكتل اللي ضد القانون حزب الله طبيعة الحال تزويج القاصرات كمان هون نفس الشي ساعدنا لأنه انتو بتعرف أكتر يعني ضد إلغاء التجريم اي اي ما هون احنا اشعروا من طالب ما عم نحكي تشريعا حم نحكي عن إلغاء تجريم اي اكيد كان شو بيطلعوا بيحكوا بيطلعوا بيحكوا إنه هون اللي بدون يشجعوا على المثلية هلأ إذا بقعد معك ليل نهار في نعك تحل عن رولا وتحب هادي مثلا يعني سوريا على ريب في هادي قصص ما فيك تعمل فيها تشجيع ومش تشجيع هيدا شي شخص الواحد بيكون بيخلق معه سوء إلغاء التجريم هني بيفهمو بسطاء اللي مش فاهمين شو عم نعمل نحنا اليوم نناضل لوقف تجريم المثلية ويوقف كل الممارسات اللي فيها تنمر اللي فيها بشاعة اللي فيها قهر اللي فيها فعلا يعني عم بتحط من إنسان بس لأنه خياراته الجنسية مش عزوقك فلزيلك بقلك بتقلي مين في ناس بتحكي حكي منيح وهلأ أكتر وأكتر عم بتقاربوا معنا بهيد المواضيع مثل كتا المسيحية مثل قوات لبنانية عم بيجوا معنا بهذه المسألة مثل حتى العونية عم بيبعتوا منذوب عم بيوعد بمسائل معي يعني ما بعرف بالتنفيذ شو لاح يعملوا كتائب كتير موقف جيد ومتقدم يعني تقريبا بس يمكن كون عم بظلم يعني ما بعرف فعلا الاشتراك شو شو رأيه ويمكن حتى في شي مضيب الدكتور بيلال عبدالله وقيمة الايام عليه وكذا يعني ما في يقلك انا حاسمة انه هولي اللي حيعملوا معركة ضد هيدا الموضوع او لا ومن هون قلتلك شغلة دقيقة لانه اوقت عندك تصريح متضاربة ما في موقف ابيض صحيح العمل بلش من سنين وبكفي صح بولا بحاول موضوع تغيير حاكم مصر في لبنان مين مع مين ضد هيدا كمان هيدا قصة بتضحك لانه في فترة صرت حس انه في حزب مصارف سلاش رياض سلامة وفي حزب الله بالبلد بعدين بتكتشف لا كله فيت ببعضه مين اللي بسمي نجيب مئاتي حزب الله عمل له رافع على نجيب مئاتي ودافع عنه وجيبه اكتر شي نجيب مئاتي بيحمي رياض سلامة فسر ليها ما عندك تفسير مستعملين قصة رياض سلامة تايجوا يقولوا نحنا حزب الله مش فيسيت هو اللي هن الفسدين مشكلة برياض سلامة وحقا رياض سلامة واللي بدافع عن رياض سلامة وين بيعلوا السقف لمصيبة بسلاح مش بالسرقة غير انه بيقولولك ما في سرقة وما في بونزي وما في كذا بيطلع انه لأ كل المشكلة بسلاح هاي كمان من المسائل اللي بيجي بتحك فيها على عقل اللبناني اللي بعده بيصدق زعيمه وبرجع بفرزه وبيصيره كمان عرفت أبطال حرامية وهن كلهم حرامية فبتقل لي مين بقلك بالحكة في كتير بالفعل لما أنا بروح بسمي وبدعم وبناصر كل شخص بيحمي رياض سلامة ما في أعمل حال نبيه بر اليوم بيحمي رياض سلامة او لا ما بعتقد انه في حدا عنده شك بذلك ولكن بتلاقي حزب الله هو اللي بيسميه الأخ المجاهد بيجي بالمفاصل اللي مهمة في لبنان تروحوا حكومة أنا بيهبري العلاقة هي علاقة أكتر وأقوى من أي حدا بيتخيل وبالآخر بتتطلع إنه ما بفهم شو عم بيصير لا واضح اللي عم بيصير وليت جملات نفس الشي يعني فيه أكتر من شخصية وأكتر من اسم هيك بتتطلع تبقى أمتين ضد أمتين مع أمتين معي بالخمدة أمتين مطرح تاني ما فيك تعريف وهيدي طريقة من طرق كمان نخلي القاعدة مضللة عمية معلاش خليني أقولها ورا الزعيم شو ما عامل دولة مدنية مين ضد أو كلهم مع الدولة هذا مشروع أنت قدمت كلهم مع الدولة كل الأحزاب المذهبية الطائفية الغرائزية أحلى شيء إنه مع الدولة المدنية بترجع بتقله ليك بدنا نعمل زواج مدني وح كيف هالحاك يا خيانت مع دولة مدنية كيف منك مع أحوال مع قانون أحوال شخصية موحد لللبنانيين بدك دولة مدنية يعني مهيش تكذب علي بيشيلوا ورقة الدولة المدنية لما بدهم يخوفوا المسيحيين بالعدد وبالديموغرافيا وبيرجعوا بيضبوها وقت اللازم أكتر من هيك ما حدا بده دولة مدنية بده دولة مدنية بيسعى ليه قوانين مدنية اللي بده شعب شعب واحد بعمل له قانون واحد مش 6,000 قانون أحوال شخصية هي هيدا كمان بكرا نضال طويل صراع طويل مين مع ومين ضد حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها كمان كلهم يعني كلهم إلا اللي بيجوا بيقلولك إنه بتغيير ديموغرافي يعني غير التيار الوطني حتى التيار الوطني الحر كلو دين عون قدمت شي لإعطاء الجنسية فشفت كيف يعني بتسألني سؤال وأنا برأس اللي أنا قاعدة جوا وعم تابع في محل ما هيك طبعا بيي إنه مين مع مين ضد ساعدني غسان نحن نسألك شي معنية في كتير لا بس هيدا أقل لي ساعدني في فيك تجاوب بوضوح بشي قاطع ما فيك تجاوب بشي قاطع هدي خلني نتقل على مرحلة أو فكرة جديدة هيدا الفكرة اسمها تحت المجهر هوني بدنا نسألك أسئلة نسمعها وبدنا نشوف في رأيك صريحة وشو عندك تقولي جوابا في تسؤولات كينيت ومزيليت هل بولا يعوبيان من النواب التاريين أو لا اشترلت لسنوات طويلة مؤدمة برنامج سياسي على مؤسساتي على حزب سياسي رئيسي بالبلد حضرتك مقربة من المصرفيين المين من المصرفيين عم نقول شو يقول أنا لا في قليل صورة لأنه مع رئيس جامعية المصارف قبل ما يعمل رئيس جامعية المصارف بسنين وسنين لأنه زوجي كينكين زوجي مش مصرفة زوجي رئيس غير تنفيذي للبنك العربي بسويسرا في سويسرا بجونيف بدون يحطوه مع قرطة البنكرجية مش الحال اليوم أصلاً لازم نسألك إذا بعده جوزك هلأ طلعوا عليك هلأ هيدي آخر إشاعة أنه طلقت ما بعرف هاي كيف تأزيني بالسياسة أنا أنا بتطلع صبوحة بحب أقد الدنيا وبلاقيها من أحلى لا طلقت مين مرات أو تسع مرات مين قلوا معا وإذا بدي طلق خمسين مر أو بدي أتجوز خمسة آلاف مر مين قلوا معي بس جوزة بحبوا بيحبني ومنهم طلقين وما في مشروع طلق بالعكس بير حكي نعمل لي عيد ميلادي وبحبوا أقد الدنيا وبقلوا أنه أنت من أحلى الأشياء صارت بحياتك ودي أقلوا كمان بعتزير شو عم تتحمل من وراي مع أنه بيتضحك يعني ما تفكر أنه معلق شي يعني بيتضحك أكتر الوقت جوزة ما فيه قراء عرب إيه لأنه عيش كل حياته برا فل من هون كان عمره عشر سنين لما بلشت الحرب اقتلع من البلد وحتى يعني لغته لا يقدر يعبر باللغة العربية وبلزقوا فيه قصص وإخبار بس تينيلوا مني فيه أسأل شي شو ما بدك علي الأمان كل هيدا وبعد ما أسألت طيب أنت كذبة هيدا كل وقت بطلع قدامنا أكيد لأنه تصور كل اللي عم بحكيه يكون حقيقة مش كذب شو بيطلعوا هني الرد الأول للي بيقول عنهم حرامية مافيا كذبين وصخين كذب شو بدي يقولوا شي تاني أنا فيكن عندي مشكلة معي أنه نحن عندنا محطات تكرير محطوطين ومصروف عليهم هالقد وهني وقفين وإنتي نيبة وما عم تعملي شي فيك تقول هيك بس إذا بترجع بتشوف شو عملت بموضوع محطات تكرير كم مرة نزلت على السلطان إبراهيم بس بعضهم وقفين أكيد يطلوا وقفين ليش أصلا مسموح يمشي شي نحن منحكي فيه ممنوع شو سببين أساسيين بيصعبوا أنه النواب التغييريين يتفقوا على بعض فيه يكون موضوع مع بعض أو على بعض على بعض شكلوا يتفقين مع بعض ما معرف شو رأيك خلين نقول مع بعض مع بعض فيها تكون أسباب شخصية فيها تكون موضوع طبع لك بدك قللك سبب الأساسي الأكبر أنه الناس منا بالطريق منا بالشارع عدم وجود الناس بيخلي كل واحد يقعد يفكر طب ليش أنا بدي أخسر فكرة أني أعمل وزير أو أعمل رئيس لجنة أو يعني اليوم اللي بيوزع المكاسب والمناصب مش تكتل تغيير هو زعمة للأسف والأحزاب اللي عندهم هالمؤسسات اللي عندهم هالإنفراستركشر بتصير صديقهم بيطلعوك على التلفزيونات بيفتحوا لك قفوك بيفتحوا لك مجالات فقدرين بعد يوزعوا ويقعطوا كتير تكون بس تغييري عم تعمل اللي يجب ينعمل لمصلحة الناس ما بيطلع لك بالشخصة هالأد شو المشاريع أو شو الفكرة اللي بيطلعطي نيبة بتاني مرة التي هايدي بهذه الدورة بدي أعملها كان ما كان عنده تفكير إلا الكتلة أول شي نتائج الانتخابات اللي انتو قلتوا إنه منيحة أنا برأيي ما كانت منيحة بعد انهيار وانفجار وحريق وغريق وكل صار باللبناني يرجع 90% من البرلمان ومثل ما هو هاي منا نتائج منيحة هايدي نتائج بتحتم إنه لازم نعمل دراسة عالميندسات اللبناني كيف رايك إحنا بننقلك تانكيو أنا بشكركم عنجاد وننطلب منيك إذا ممكن تاخد الدفتر اللي قديميك وتكدب عليه التعاهد أنه أنه عندك شاك نعم أبدا طبع التبقى ما هي مية تبقى 20% و10% قسرت 11% هاي هلا أنت مضين لعبيات نحنا نجع منك صفت كيف لكن بديت لك كتلي على الألمي فاضي ضيط ترجمة نانسي قنقر